موسيقى استيس جورج وشوارك الطويل صباح الخير اوشي بحب اشكريك واشكر بمريم تيفي وبقول لكل المشاهدين انه صباح الخير وكلنا ناطرينون بابتتاح المهرجانات ب14 ايب مهرجانات كوني اللي عم بتصير للمرة اولى بمنطقة دائما كنا نسمع اسم الكاع وللأسف اسمه مكرون دائما بمشاكسات بمشاكل يمكن لان وجودكن على الحدود بزمن كمانا تأثرنا كثيرا ولكن انتوا رفضتوا هالواقع كله وحبيتوا تفرجوا للكل انه انتوا مسرين على ارادة الحياة وان شاء الله يا رب الكل يعرفوا هالقيمة والكل يكونوا موجودين معكن حتى فعلا تحيوا المنطقة كله يعني انتوا مش بس عم تحيوا القاع عم تحيوا كل المنطقة صح بتدليك شغلي انا يمكن خلقت بالواحدة وسبعين يعني قبل شوي اول هجوم كان على القاعب بعدني متذكر يمكن هيك اشه كيف هربنا وقعدنا ببيت تراب وكل الضيعة ويقولوا ميت فلان واستشهد فلان هايدي الزكرا الزكريات بعدني متذكرها واجتنا 78 مزرة كبيرة هزت القاع كلها طرينا نحنا نجي عبيروت انا طريت اجي عبيروت كنت ولد وصغير يعني هايدي الزكريات الطفول اللي بعدها ريسخة بالزهنة فالتحدي وين اخر شيء اجرت من انتحارية بـ 27 هزيران هون نحنا صار عنا خيار او منترك ومنسافر او منبقى فنحنا فضلنا نبقى وتنبقى مش هيني انو انت تاخدي قرارات صعبة عملنا من خمسة شهر لجنة مهرجانيات القاع عادة بيحضروا قبل بسنة بيحضروا الى مهرجان صح من خمسة شهر نحنا قلنا مثل ما 8 انتحارية يجونا راح نجيب 11 مطريب زيادة حتى نكون قوى منهم فبلشنا بهيدا قلنا بناخد الخيار انو اذا انت بالقاع بتروحي عليا هي اسم القاع هو سهل المريح يعني سهل بس اذا انت رحتي ما في عندك نشاطات العالم ما عنده تشجيع تطلع صحيح اليوم بس تكوني انت جايبه نجوم من الصف الاول وهيدي بيخلق انو بصير كل عالم من الحشرية من انو بدأت تعرف شو عم بيصير هيك بتجي العالم كله من باقي المناطق وبتساعدنا بتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية هاي الفكرة الاساسية هلا واللجنة وقتها انا بطرحت المشروع ما حدا انو قبل معي انو شو عم تعمل انتحار هايدي انو من جيب مطربين نهارين وفكرت منيح انا اذا بدي جيب نهار ونهارين ما عملت شيء كأن شيء مطعام او شيء حدا بس تعمل مهرجين بهالضخامي وتعمل اعلان ضخم انا مثلا نزلين ب400 بيلبورد و10 اليونوبول الكبار انو عملين شيء كبير من عدد تيفييات اللي عم تشوفوها حبينا نحنا انو منطقتنا نحنا فيها من جميع التواقف حبينا انو يكونوا حتى المطربين من جميع التواقف بلشتو بيلة عندكم بالمنطقة اول شيء منعنا هنالفنانين بتعرف اكتر اصوات الحلوه هني من عنا من هون انطلقنا ولبقوكن الفنانين بس تصلتو فيهم؟ اكيد هلأ بدلك شغلي اليوم هايدي فيه تجارة هلأ هني اكيد عندهم حنين المنطقة بس كمين هني اخذين مصاري منا حتى يطلعوا ونحنا يعني مثل فلس الأرمالي عم نجمع يعني تشوفي تخيلي انا وصلنا لمرحلة اللي بدنا مصاري في عنا نحنا شخص متمول بالقاع الشيخ سليم عواض انا قلت له انا عندي هالمشروع قاعد هايك قال لي هيدا مشروع كبير انه اذا انت بلشت فيه فيه تكاليف وفيه انه متين وخمسين اف دولار فلنالو نحنا هيدا المشروع بدنا عملو كرميل كرميل الماء المنطقة ضغري قال لي اوكي ما فيه مشكلة ونحنا رح نكون وقفين حتكون وبلشنا نمضي هالكونتريات ويندفع المطربين يعني هون بلشنا انه وفتنا على السكة وفي هاجو كمان كتير ناس صاروا يجو معنا فيه سبونسور في الماستر في استاذ ميشيل ظاهر من زحلة في عندي القنص العزة مخلوف اللي ساعدنا وهلأ بدنا نضوي الجبل فكرة انه عيد السيدة نضوي نعم وشي بمناسبة تلعيد مزبوط لانه بيكون كمين على عيد السيدة نحنا تحت المشروع هو تحت السيدة بيت الكل سميناه لكن بدأ اسألك بيت الكل مش انا تسميتها ان شاء الله دايما نضلوا بيت الكل ومفروض تلقيانة يكونوا بيت الكل هذه رسالة للكل بالقع نعم نحنا نعم نشتغل بالسياسة نعم 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 نشتغل فقط ادماء وسياحة ونعطي صورة حضارية لضيعتنا صورة حلوة لضيعتنا هذا هو يعني انا بطلب من كل الافريقاء بالضيعة ما يسيسوا الموضوع نحنا نروح كلنا ايد وحدي لانه اذا ما كنا ايد وحدي ما منضل بالارض نعم لانه تشبس بارضنا مضبوط لازم نكون ايد وحدي نعم فهذه هي المبادرة اللي احنا نقولها من عندكم انه نحنا بدنا نكون ايد وحدي اكيد عم نشوف بالصور البداية يلي هي الاربعة اربعتاش اب وطبعا براية معي الوزير السياحة يلي عن جد عم يطعب كتير عم يبرم بكل لبنين وعم يدعم كل النشاطات السياحية يلي عم بتصير فننتنا نوال الزغبة وناجل استى يعني ليلى فعلا حلوة صحيح حلوة فيها مفاجآت كتير حلوة كمانا في عنا تكريم لشخصية كبيرة عملاء من بع البق ونحنا بهون بدي كمان ضوي انه في عنا سعادة المحافظ بشير خدر هول الليلة اللي مثله يعني هيدا الزلمي بيشتغل الليل النهار مع كل شي صار معه ما بيتهب وهو عم بيشجعنا انه نجح المشروع حتى هو عم بيدعمنا بافكار واشياء لينجح اكتر انا بدي من عندك اوجه له تحية نحنا من نوجه تحية لكل شخص فعلا عم يشتغل لبنان كالبنان بمعزل عن الطواقف وعن السياسة وعن الانتماءات لانه صار لزمنا بعتقد اشخاص بس يقولوا انا لبناني فقط من دون غير شي رح مشوف اليوم التاني بخمستعاش اب عنا هادي خليل زين العمر نادر القتد كمانة الشباب كمان بالمنطقة كلهم كيدي كمانة ليلة رح بتكون مميزة كل واحد عنده جمهوره الخاص وكلهم بيحبون يوم الجمعة 16 اب مين عنا ملحم ملحم زين وننسي نصر الله كمانة من اي ساعة تقريبا بيبدأ المهرجين نحنا عم نقلون للشباب يجو الساعة 8 لو تعرفين انتي لو يفوتوا في التفتيش وقصص وهيضا لا يعود كل واحد على الكرسي نحنا عاملين حجز دوت كوم يعني اونلاين بتفوتي بتحجزي اذا ممكن نشوف كيف بينحجز اونلاين بعتقد اهوان طريقة لانه المشوار شوي بعيد مفروض ان يكون الحجز مسبع ومتل ما قلتلي كمان حضرتك انه مامنين نقليات من بيروت ومن زحلة ايضا صح وين ببيروت الانطلاق وكيف وقيمة هني بيتصلوا لنفس الشخص اللي بيقول مهرجينيات بعلبك نعم روك مبارك هو نفسه بودو ينقول يعني هو نحنا حاطين الارقام والعالم بتتصل فيه حسب الكمية يعني حسب الاشخاص اللي بدي طلعوا في عندك بالدورة بعتقد وفي عندك بالزحلة نعم انا بدي روح ابعد من هيك بتعرف رح اقلهم للعالم انه اللي طلعوا من اول الجمعة من يوم الاربعة نحنا هيك عمنا ويمدوا كل الاسبوع فوق عندهم خمسة ايام وين معقول يكونوا موجودين بيها الخمسة ايام هل عندكم بالباع نحنا اكيد عنا نعم لأول شي في عنا منبلش بالشي الروح نعم الشي الروحي انه نحنا منطقتنا معروفة اول شي مغارة مرمرون نعم مغارة مرمرون موجودة على كتف العاصة نعم هاي دي كتير يعني معناها كتير لقل صحيح مغارة مرمرون بتروح بتزروها نعم بتنزلوا على العاصة نحنا متفقين مع كمان الرافتينج فيكم بتعملوا الرافتينج فيكم بتعادوا بالعاصة مريخة كتير حلو اكيد مطاعموا رائع كمانا فيكم تروحوا على القاع في دير سيدة التلي في عندك اموع الهرمل والقاع يعني هي بنص بيجوي في عندك بتروحي على على راس بعلبك دير السيدة العجائبية القديم كتير وعندك قلعة بعلبك وعندك كل شي حتى باقي الاشياء الموجودة الدينية من مختلف التواقف نعم موجودة عندنا ببعلبك الهرمل يعني هي الاسم كانوا يخوفوا العالم ببعلبك الهرمل نهار بقولوا تجار مخدرات نهار بعد عن القانون وعن الدولة صح اما انا اللي عم شوفوا انه لا في كتير ناس بتحب تكون الدولة حدا ومع الدولة هلا في كم شخص هني عم ينزعوا هالصيد هيدا مثل السحارة اللي بتنتزع من تشفيح نحنا منطلب مثل ما طلبنا طلعنا عند رئيس الجمهورية اللي استقبلنا يمكن هو عادة ما بيستقبل اللي جين مهرجاناته ما بيبعد حدا هو رح يبعد حدا يمثل لانه عرف انه نحنا شو تعبنا والقاعشو قدمت لها الدولة للوطن يعني نحنا من عن جد ديكتة اخر كم سنة مش بس اخر من الخامسة وسبعين لها نحنا مهدينا ونحنا تشردنا وتهجرنا ورجعنا رجعنا على ضيعتنا وعمرنا اذا بتروحي بتشوفي كيف صارت الضيعة صارت كتير حلوة فمن هيك نحنا بنطلب منه انه من هوم لعنديك انه نحنا بيهمنا كتير انه بي الكل يطلع على القاع نعم لبيت الكل عبيت الكل لانه بي الكل لازم يكون لكل لبنانية طبعا يعني طلع على زحلة نحنا بنحب زحلة على البترون على بيروت طبعا القاع ضروري هو يكون موجود فيها ويزورها لانه القاع هي بوابة لبنان ومنا بيمطلق السلام ويروح على باقي المناطق متل ما بلشت الحرب عنا لازم نحنا كمان فهيدي نحنا رسالة لبي الكل فخامة الرئيس العماد مش نعم ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي هيك نرجع عن جد ننعم بالسلام اللي لبنان كله بحاجة لقلو هو السلام بيبلش بدنا كمان غيطاء الدوري من الرأس امين منصلي كل يوم هاي نحنا نبليش ونحنا نستعد لانه متل ما تشرد كتير ناس ما بدنا هيدا الجيل كمانا يتشرد يرجع مبارح كنا بالقاع طلع قائد الجيش نعم نوجله تحيل عماد جوزيف عون طلع هو اللي كان قبل يقاتل بجبال هاي جبال البضندوية اللي كان فيه وراها الإرهاب نعم مبارح طلع ودشن طريق يعني هايدي ألف تحية لأقوله لأنه عمل شيء إنجاز جيب تمويل من برات الدولة لزفت الطرقات كلها اللي بتوصل بالسكونات العسكرية إذا بتطلع على القاع بتلاقي شيء تغير الجبال كلها صارت طرقات زفت بمعمولة بطريقة كتير مهمة مش إنه مش حيلة يعني هايدي دعوة موجهة لكل الناس يرجعوا يشوفوا التجدد بالمنطقة ويتمتعوا بهالأيام اللي رائعة بأصوات الفنانين هل عندكن بيوت ضيافة موجودين بالمنطقة؟ بقليك شو صار معنا نحنا وقتا حطينا الدعايات صارت العالم تدق وتحجز على يمكن صار في كتير من حجز وفي عنا بنجلويات في عنا بيسينات منتجعات سياحية عندها شليات واشياء كلها هايدي تأجريت هلأ صاروا الشباب البيوت اللي قادر عم بقدم بيته والمش قادر عم نعطيه شيء إنه مثلا الله يبارك يعني هيدا بيديا يميحها كتير حلو فكرة تانية طرحوها جمعية همام عندنا بالضيعة إنه عندهم هني خيام راح نأمن محل كمان نعمل خيام نعمل هيكي نار ونار إشياء كمان كتير بحبه كمانا هيكي العالم تنام منتشكر وأستاذ نقولها مطر هالفكرة اللي طرحها علينا رب عليكم كلكم يد إيد واحدة بعد قد بتوصلوا لمحل ما بدكن المهم تضلوا إنه متفقين الكل على إنجاح على العمل نحنا متفقين إن شاء الله هتقول بس تعرفي أوقات بالسياسة بتصير إشياء هلأ معلاش يتركونا شبه السياسة على شلب كافينا عم نشوف السياسة وين عم نوصل خلينا بالمواطني متل معلمون فقط لبنين ولا غير أنا بقللهم عطول بأهلي بالضيعة بالقاء إنه نحنا في عنا المحاجز لمحطة هايدي بنعروف إنه أول الضيعة كانوا سورية نقللهم من المحاجز لمحطة وجاي عالقاء بننسى حالنا شو نحنا شو حزبنا ومفكر إنه نحنا وليد الغاء وأنا بكل تجرد أنا عم بطلق الصرخة للكل إنه نحنا فيتين على الضيعة بدنا الكل يكونوا حاضرين فيلا كلهم إولاد القاع فقط لا غير لأ أنا بعد إيه أوكي بس عنا طلبنا من أهلنا بالهرمير يجو أكيد من راس بعلبك من جديدي من لبوي من الفيكي من عندك منطقة كبيرة من بعلبك إنه كلهم يشاركونا الفرحة نحن هاي دي رسالة لأنه نحن بنحب الفرح بنحب الحياة هيدا اللبناء بنحب الحياة بهي دي دفعنا حقه ونحن هلأ مستعدين ندفع كمان حتى بالماد دي بس إعادة بناء لنرجع نريح العالم نقولوا لا نحن هون هاي دي غير القاعة اللي كنتوا قبل عم تشوفوها للأسف صحيح يعني كنا عم نشوف صورة مش حلوة أبدا ومش زنبكم يعني أنتوا ما قلكن دخل بالموضوع أبدا راح نشوف بفيديو مشاهدينا بعد عندك نهار عفوا بعد شي سبعتاش أب عنا محمد اسكندر رويضة هشام حدد ورويضة عطية أيضا هيدا نهار رائع أنا شوف الأسماء اليوم محمد من الهرمل وبدايته كانت بنادي نوادي من القاعة يعني وهلأ راي على القاعة هشام حدد وروايدة اللي أنه قلنا بنا نكون شوي قراب روايدة من سوريا ع حدودنا فقلنا بنعمل كمان شارك ليجوا السوري كمان نعم بي 15 الشهر الأحد هيدا نهار المخصص لأطفالنا أكيد بي 18 مع غنوة أكيد لكل هاي غنوة جمنا فكرنا بالولاد كمان جمنا غنوة كمان بعض غنوة في مهرجين بليش لمطربين ملقة بدنا نكرم كل اللي نجحوا بالتروازيام حلوي هايدي خطوة حلوي برابو فكرتوا بالكل هايدي لنشجعون أكيد أكيد خلينا نشوف بالفيديو ومشاهدينا هلا اشتركوا في القناة برعاية وزارة السياحة لجنة مهرجانات القاع بتقدم مهرجانات القاع 2019 الأربعة أربعة عشر قاب نوال الزغبي ناجي القصطع الخميس خمسة عشر قاب زين العمر نادر الأتات هادي خليل الجمعة ستعشر قاب مل حمزين نانسي نصر الله سبت سبعة عشر قاب محمد اسكندر كهذا عم تلعب بالملايين ملايين الممرومين رويدة عطية بالاشتراك مع هشام حداد وفرقة هيكل بعلبك الترافية الأحد 18 قاب برنامش خاص للولاد مع غنوة من تنظيم جي أم بروداكشن بحيرا بلقاع بطل ما شفنا استي جورج بالفيديو في نشاطات كتير تنعمل بالمنطقة في سياحة يعني شفنا بحيرا صح بلقاع صح هايدي هلأ جديد عم تتعبى مشروع كتير حلو بلشوا فيها البلدية هني كانوا مخططينها من قبل بمساعدات أجنبية ومش الحال وهلأ بلشوا عبوها كتير حلوة هم تشكر البلدية اللي عم تكمل شغلة واللي كمان كانوا من قبل اللي عملوا هالفكرة الحلوة هايدي بكرة بيصير عليها كتير إشاة سياحية هون يمكن تطير المهرجانات يعني كمان 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 تطير حلوة وكتير مفيدة وبتجيب سواح مش بس عنا البحيرة عنا إشا اذا بتطلع عجبال انت تتسلع جبال هوني كتير مهمة كمان يعني ضايعة كتير حلوة هلأ بنهار بيكون في شوب بس بالليل برود وكتير كتير حلو بدنا خبر هلأ مشاهدينا كيف منقدر نوصل على الكاع من الشمال من كسروان غير إنه طريق زحلة بعلبك هل فيه غير طريق نقدر نوصل فيه عنا أول شي فيه عيون السيمين إذا بد قطعي عيون السيمين وتنزل ع حدث بعلبك كسروان يعني نعم تير حين ع الطريق ما فيه لطبت أو لشي نعم أو بدك تطلعي من من زحلة أو بدك تطلعي من المتن نعم عدهور شوير وزحلة أو بدك تطلعي من دهر البيضار زحلة بعلبك وتوصل على ومن الشميل فيه عندك طريق ضنية كمان كمان يعني كل العالم فيها تجي محيد عم نسهلوا ديها عم نقوله إنه من كل الميلات فيكن فيكن توصلوا بدي أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله العدرة تكون حاميتكم وخصوصا خيص التلية بهالنهار لطبعا بعد قد رح يبدأ بيئة ديس قبل ما تطلقوا مهرجاناتكم الكل يعني فيكنوا تكونوا من الصباح صح وتقعدوا يمكن نعمل أكتفيتاتي كمان للولاد قبل بعض الظهر قعد 8 ونص اللي بيبقى 8 لازم يكونوا موجودين كلهم نعم يكونوا تفتشوا وفيتوا تعرفوا أنت اليوم بيت الكل قداش بساعة أشخاص مبدئيا مسرحكم بالأربعة تلاف شخص إن شاء الله يا رب يكونوا خمس تلاف كمانا وتكون مهرجاناتكم ناشحة جدا على قد ما تعبتوا بيها الخمسة شهر حتى قدرتوا معيوني مش عم تشوفي مش عم بدر عبنين بالسيارة وقات قدمة لا وننتبه نحن مسيقين أنا من بديت شكريك وتشكر تيفي أهلا وصحلة فيك وبيدي من هون أوجهت رسالة للكل أول شي لأهل الأع كل إنسان منكن هيدا المهرجين هو مهرجين لأله يعني نجاحه ينجاح كل واحد من الأع نعم ولأولاد المنطقة كمان بدي أقولون أنه هيدا المهرجين لألكون العالم بتتجي راح كلكم تستفيدوا بالموضوع كل العالم برح تجي تتعرف على ضياعكم كتير بدي منكن ترحبوا مثل ما عطول بكل ضيف ونظلنا مسيرين وما بدا نيجي نضربوا من أول نهار ما بدا نيجي نغلي عليه بدنا نحن كيف أسعى البطاءات بطاءات عشرين ألف ثلاثين ألف خمسة واربعين ألف يعني عمينا بس نحن إذا قدرنا نشيل البطجت نعم وطبعا موجود سيحة فيه أكل وقالنا بديكزورينا بيروميا في كل شي بعد الشر أكيد لا طبعا فيه كمانا أكل موجود نعم نحن هشوف عملنا كيوسكات لأولاد الضيعة نعم المنطقة بيبدوا كيوسك بياخدوا كيوسك عاملين كل شيء أكل طيب نعم وعملين منتوجات القاع يعني في عندك منتوجات القاع درعهم شموز حتى البتنجين المكبوس القصاص اللبني المدعبة كل شيء موجود يعطيكم العافية وبالتوفيق يا رب شكرا لألي وما شاهدينا منتوقف لحظات ومنكمل معكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة